المرأة والصحافة 165 صحفية مسجلة في نقابة الصحفية من أصل تقريبا ألف يعني هذه النسبة عم تتمثل بأكتر من هذا العدد بالممارسة الصحفية بالجرايد الأردنية والإزاعة والتلفزيون ولكن وين هي موجودة بصنع القرار رح نحكي مع الصحفية نيفين عبدالهادي من دوب الصحفية من جريدة الدستور والحاصلة على الجائزة التي أطلقتها اللجنة الوطنية للأردنية للشؤون المرأة عام برنامج نيفين المساحة السياسية للمرأة في الإعلام والدراما أهلا وسهلا نيفين سعد صباحكم يا ربي وصباح كل اللي عم يشوفونا سعد صباحك يا ربي أنا بتعافي كتير من بسط لما بقابة الصحفيات وهيكي يعني ستات لهم دور عم بيكونوا لهم وزن بجرايدنا اللي منقرأها مثلا هيكي يوميا إحنا كتار على كل خلينا نقول النساء اللي متبتين وجودنا مهنيا بالساحة الصحفية وإحنا كمان نكون كتير مبسوطين لما نشوف نماذج من المرأة الإعلامية زي حضرتك يعني اللي عم بسبت وجودهم بطريقة كتير بترفع الرأس طيب هلأ لشنا ما عم منشوفها بأكتر بصنع القرار يعني عم منلاقي كنا عم نحكي نحنا أنا وياكي أنه هي موجودة مثلا بالصحف موجودة بس ما عم بتكون موجودة لا بالنقابة ولا بما يعني ولا في أي مجال في صنع القرار في الصحافة يعني ليه ما عم نشوفها؟ يمكن هذه فعلا نقطة كتير مهمة ودقيقة وحساسة إنه للأسف إحنا في عالم الصحافة والإعلام عم نطالب بحقوق كل جميع فئات المجتمع ذكورا وإناثا وأطفال وكبار بالسن بس يبدو إنه إحنا هاضمين حالنا إحنا الستات للأسف حضور المرأة في صناعة القرار الإعلامي يعني يكاد يكون بديش ما بدي أقول إنه معدوم بس بقول متواضع جدا يعني إذا إحنا منقرأ هلا في قراءة سريعة على كل المواقع الإعلامية والإدارية منلاحظ إنه ما في أي ست بالمطلق يعني مش عم نشوف مثلا رئيس تحرير لأي صحيفة إمرأة مش عم نشوف سيدة مدير عام لأي مؤسسة إعلامية حتى وزير إعلام بتاريخ الأردن مرة واحدة فقط لا غير كانت ست ليلة شرف فقط هي وزيرة إعلام خلال كل مسيرتنا الإعلامية كان في أستاذي أسمى خدر كانت ناطق رسمي باسم الحكومة ولكن أيضا لم تحمل حقيبة الإعلام يعني بصورة عامة حضور المرأة في صناعة أو في خلينا نقول عشان أنا ست بدأ أنفذ شوي للمطبخ في المطبخ الإعلامي منعدي من الأسف هل هو يعني تقصير منها ولا لأنه هلأ يعني بيكون السلطة بيد الرجل يمكن تكون الغلط في تركيبة الخلطة الإعلامية أكيد مش تقصير في المرأة لأنه يعني أنا أزعم بأنه في في كل مؤسسة إعلامية هناك على الأقل خمس ست نساء مثبتين وجودهم بطريقة كتير 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 كبيرة وكتير مهنية عالية وعلى فكرة ما عادت خلينا نقول عقدة إن هالست أنا ما بقدر أداوم أنا بقدرش آجي لا هاي الأشياء يعني تجاوزتها زمان تجاوزها مجتمعنا وجاوزتها الأنثى نفسها يعني تمردنا على حالنا تقريبا يعني عم نشوفها إحنا يعني هون وبرى الأردن كمان متلان عم تطلع على مناطق الحروب بالضبط الأحداث اللي في المحايا يعني في المناطق الخطرة أو الساخنة بتكون بتلاقي المرأة هناك هي اللي عم تعمل التقارير يعني عم بتقوم بدورها زيها زي الرجل مع أنه أصعب عليها لأنه في ورها أولاد في ورها عائلة بس أنه هي هاي الشغلات بتعملها هلأ من وجهة نظرك نيفين يعني المرأة دائما يعني بتشوف الأشياء من أكتر من زاوية يعني فهذا أنا بلاقي برأيي أنه كتير بيصلح لها دورها بالإعلام بالتحليل والتدقيق مثلا هيك أكتر أنت كيف تلاقي هذا الموضوع يمكن أنا بقول إنها ست صدقيني قادرة تثبت وجودها وين مكان يمكن هاي مسألة نسبية وقدرات يعني في ناس زي ما الرجال يعني ممكن تكوني إنه رجل مبدع في التحرير ست مبدع في التحرير في التحليل في الكتابة يعني هادي أنا بعتبر الصحافة بعدين والإعلام بجوزئي أنا هون بشوف هاي الجوزئية بحكي فيها عن حالي يعني بتولد مع البني آدم يعني بعتبرها إنها في دمه للشخص يعني اللي بيشتغل صحفي وإعلامي ما بقدر يشتغل إلا صحفي وإعلامي فهاي الأشياء زي كيف مثلا المطرب الله بعطيه صوت حلو الصحفي الله بعطيه ألم حلو عشان هيك إحنا يعني الناس اللي مش مهنيين يعني زي ما بقولوها نفسهم قليل في المهنة ما بيضاينوا كتير ما بوقعدوا كتير في هذه المهنة سرعان ما ينسحبوا منها فعشان هيك أنا بقول إنها المرأة قادرة فعلا إنها تثبت وجودها سواء كان في صناعة القرار الإعلامي أو في المشهد الإعلامي نفسه يعني هلأ مين لازم يعني وين لازم تكون الممارسة الصحافة لحتى أنه ضروري ينتسبوا للنقابة نقابة الصحفيين أن يكون صحفي عامل في صحيفة أو مطبوعة أردنية يعني هلأ اللي بالمجلات طبعا في إلخار هناك كثير مطبوعات أردنية مجلات هلأ اللي بيشتغلوا هدول مش بضرورة يكونوا إذا متخصصة المجلة مش ضروري يكون فيها متخصصة تكون مثلا إنها خاصة بشؤون المرأة على سبيل المثال خاصة بشؤون في مثلا عندنا مطبوعات خاصة بالسياحة بأمور اقتصادية معينة هذه حتى رئيس التحرير مش ضروري يكون فيها يعني عن نحكي بدي يكون مثلا بيشتغلوا بالصحف الرسمية مين كمان يعني الصحف الرسمية هلأ من جديد الإزاعة والتلفزيون مواقع الإلكترونية هلأ أصلا في عنا إحنا هون في بهاي الفترة إعادة هاي كلها كل القوانين الإعلامية ما فيها قانون نقابة الصحفيين كمان رح يوسطعوا فيها مظلة الانضمام للنقابة هذه فيها جزئية كمان ممكن يكون فيها زيادة للنقابة الصحفيين وعفكرة صار فيه خرى الأكم سنة الأخيرة كتير فيه مرونة بالقبول في نقابة الصحفيين كان زمان إنه كانت شروط كتير صعبة عشان الشخص يكون عضو نقابة صحفيين لأ هلأ صار فيه مرونة وصار بإمكان الشخص فيه فترة تدريب معينة بيخضع إلها وبعدين بيخضع لإمتحان وبعدين بصير عضو نقابة يعني طيب شوفي هلأ شو أنا بدي أسألك زمان كان يعني لما بتحكي زمان قبل 20 سنة 30 سنة الشخص اللي بده يطلع على الإزاعة أو التلفزيون يعني لازم يكون عن جد عنده كل المهارات وعنده كل القدرة والثقافة والمعلومة حتى يقدر مثلا يكون صوته أو صورته على التلفزيون أو الإزاعة هلأ عم نلاقي مع كترة الإزاعات والفضائيات وكذا أي حدا ممكن يطلع فصار مثلا كلمة إعلامية أو إعلامية تطلق على كتير ناس يعني حدا بيقدم لطوب 20 سار اسمه إعلامية يعني إش رأيك بالموضوع هذا مين لازم يطلق عليه برأيك أنت نيفين عبدالهادي مين لازم يطلق عليه كلمة إعلامي الإعلامي يمكن كلمة كتير كبيرة بجوز إحنا كتير عم نستخف فيها هلأ زي ما قلت حضرتك المشكلة إنه الإعلامي هو اللي عم بيطلع للناس عم بيقر رسالة غير كل المهن يعني أنت حامل أمانة رسالة كل الدنيا عم تسمعك يعني بجوز مثلا الدكتور عم يتعامل مع شخص المهندس عم يتعامل مع شخص بس الإعلامي آه بالضبط الإعلامي عم يتعامل مع رأي شارع مع رأي عام مع تحريك يعني أنا بتيالي إنه بوصلت البلد بيحركها الإعلام يعني مش سهل الوضع فأنا برأيي المتواضع بلاش تتاخذ علي إنه الإعلامي لا يطلق على مين مكان يعني حرام يطلق على مين مكان يعني يطلق على الشخص اللي بقدم برنامج خلينا نقول يعني باخد طابع هيك متنوع مثلا فيه فكر فيه فكرة فيه حدث كمان إنه مش بس إنه زي ما قلت حضرتك أطلع أقدم إنه أنا والله اليوم طلعت الأغنية الفلانية أو كذا أعتبر حالي إنه أنا يعني أنا بذكر برأيي إنه ليكون الواحد إعلامي بدي يكون من الإعلاميين اللي إلهم دور بتغيير مثلا نمط تفكير معين بالزبط إنه يكون إلو وزن فهو لازم يكون مثلا مطلع لازم يكون مثلا إلو إصدارات بجوز كتب الفكرة حاضرة عنده بالزبط بالزبط الفكرة تكون حاضرة عنده يعني مثلا الإعلامي هلأ يكون في محل هلأ إنه هيك ويمرؤ من جنبه على سبيل المثال شخصية مهمة يعني يقدر يطيق ولازم يطلع منها من هاي شخصية بشيء لازم يكون عنده إلمام إنه هاي بأي شيء بالحدث المهم مش بس محليا حتى عالميا حتى إقليميا لازم يكون عنده فكر معين وأنا مع إنه يكون عنده مبدأ كمان بصراحة يعني هذه كتير 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 مهمة هلأ لازم يكون عند الإعلامي مبدأ لأنه للأسف الشديد إنه أنا أكون بس لأنه أنا إعلامي يعني سوري بتحركني مثلا المادة بتحركني بعض الأشياء هذي مش يعني اليوم أنا بالاتجاه هذا بكرة بالاتجاه هذا لأ حلو ينعرف الإعلامي بمبدأه لأنه الإعلامي حضوره هويته نيفين هلأ بتعيشي أنت حياتك حياة إعلامية؟ إلى حد ما أه أدي أدي يعني بيدخل الإعلام بحياتك هذا السؤال بفضل تسألوه لأماما يمكن آه إحنا للأسف أنا شوي ممكن إحنا هلأ بنرجع لقصة الست شوي الست هاي فيه أمور بتقيدها يمكن بجوز أنا بحكم أني أنا لسه مع أحلي مش بتجوزة بجوز في عندي شوية مساحة حرية بهاي القصص في حياتي وكذا بس لأ أنا أظن بأنه حياة الإعلامية مش زي حياة الأي ست لأ لأنه بدك تتوقع أن يكون عندك شغل متأخر مثلا حتى لو على التليفون بس شغل فيه متابعات يومية ممكن تفيقي بكير ممكن بالعكس مثلا يوم تسحي ساعة 12 الظهر أنه يعني حياتك مش بريتم واحد كل يوم بس تحاول دائما توصفي ملاحظاتك ويعني الأشياء اللي بتمر عليك بكل يومية مثلا بتاخدي منها أفكار لكتاباتك بتاخدي منها أكيد بفكر أنا أنه الواحد يصير عايش بهذا العائل مية بالمية يمكن هذا الحكي كتير 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 كنت أعيشه وأنا كنت أقدم برنامج بالإذاعة كنت في طريقي وأنا رايحة للإذاعة يعني شبه يومي وأنا ماشي يطلع قدامي أفكار وأنا ماشي بهذه القصص أنه يعني بدك تطرحيها للناس يعني بدك تعيشي مع الناس إحنا شغلنا زي ما قلت لحضرتك أنه كأنك بتتعيشي وبتتعاملي مع كل شخص حواليك مع كل إنسان من أبسط إنسان لأعلى إنسان يعني هاي الأمور وبدك توصفيها طبعا لشغلك حتى بشغلنا بالصحافة كل يوم في إش جديد كل يوم في حدث جديد وهذه الأشياء طبعا نتعامل معها شكل يومي إليك تجربة بالتلفزيون أنتي والزميلة فالحة بريزات ببرنامج وطني حبيبي هنا كمان كنا نشوف صوت المرأة بالإعلام يعني كنا نشوف صوتها لا لسه إحنا منستناها بصنع القرار بس نحنا بالأول عمالنا منركز على القاعدة اللي بنتها النساء في مجال الإعلام فشو عنت لك هاي التجربة برنامج وطني حبيبي؟ لا شك إنها كانت الفكرة كلها رائعة جدا أول شي فكرة البرنامج كانت فكرة أستاذنا أستاذ جرير مرأة وكانت أيامها يمكن كمان هاي من الأشياء اللي تذكر إنه كانت من مديرة التلفزيون ستها لزريقات وهذه كتير إشياء حلول إنه يعني هذا نموذج رائع إنها المرأة وصلت لصناعة القرار الإعلامي وبشكل ناجح كتير لأنه أيام هاي كان فعلا التلفزيون في حالة بتير رائعة التلفزيون الأردني فكانت الفكرة كتير حلوة ولا شك إنه العمل التلفزيوني كتير ممتع يمكن العمل التلفزيوني مش زي عملنا بالصحافة لأنه أنت بتجني ثمرة جهدك بنفس اللحظة يعني بتقدمي الفكرة وفورا بس تخلصي البرنامج بتسمعي ردود فعل الناس إنه كيف كانت الحلقة إش كيف كانت الوضع الفكرة كانت كتير حلوة والتجربة كانت من أرواع ما يمكن قد استمر البرنامج؟ سنة ونص تقريباً ما كملنا سنتين سنة ونص تقريباً هو وقف قبل سنة ونص كمان آه تقريباً وبنفس الفترة كنا نقدم برنامج كمان على الإزاعة الأردنية أنا وزميلتي فلحة وكان معنا زميلنا رائد الحراسيس وفضل معارك كمان بالبرنامج كانت البرنامج كتير رائع كان البرنامج فيه تماث مباشر مع المواطنين مع قضاياهم كمان هاي يمكن شوي بدي أتوقف عندها كتير صارت موضة هاي القصة هلا إنه أنا بس بدي أعمل برنامج إنه بس أخد أحكي أخد اتصالات وأخد شكاوي وأحاول أحلها بس ما هو ما بدي أقدر تحليها؟ يعني مش بس هيك وكمان أنا موزيعة وموزيعة ما بصير أبدي رأي في القصة يعني أنا أنا جاي عندكم عم بقلب بالإزاعة فعم بسمع يعني كأني بسمع نفس الإزاعة إنه كله بتقلبي 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 بالإزاعات كله نفس الحكي ونفس الصورة وبعدين المواطن بيحكي القضية تاعته الموزيع بقول رأيه في القضية ومع السلامة مع السلامة أنا ما بعرف بصراحة إيش هاي الرسالة الإعلامية اللي عم تنتقل ما بعرف إش هي يعني بس أكيد بتسمى أي شيء إلا إنه رسالة لأنه ما في حل يعني أنا بس عمالي بفتح مجال إنه يعني يعني أنا لأ والله ممكن ممكن يكون في حل يعني أنا مثلا ما بيطلع بيحكي مع أي شخص إله مشكلة في قطاع المياه مثلا ليش ما مباشرة أحكي مع وزير المياه مع أمين عام وزارة المياه فورا وأحاول فعلا ألا إله حل إذا كان أنا آمنة زي ما قلت لحضرتك عندي مبدأ إني أنا بدي أخدم وبيدي أقدم إشي إيجابي للناس يعني كثير حتى بتصير بكثير برامج إنه بيكون فيه فالموزيع بيعمل دور الحلال جهيل مش هيك يعني أكيد أو مثلا كثير فيه برامج بالليل بتكون مثلا بع الإزاعة إنه عندهم مشاكل عاطفية بيحكوا الشباب بيحكوا الصبايا هدول بحاجة لنصيحة من شخص يعني أو مختص لأنه منلاقي بهذا الجيل في كثير زي ما تقولي فجوة بينهم وبين أهلهم فإنما ما يكون فيه حوار بتلاقي الشباب والصبايا بيضيعوا مش حوار بينهم بين أهل هون لازم يكون المسئولية للإعلام إنه يكون فيه شخص مختص يجاوب على هدول مش المزيعة والمزيعة يكون بيلعب هذا الدور كان فيه توجه أعلنت عنه حكومة دولة عون الخصاوني في بداية استلام المهامها إنه كان فيه هناك توجه لرصد كل الإزاعات المحلية بشكل عام وتخصيص موظف خصوصي لهيك إشي لإنه يطلعوا بالنهاية بتلخيص لاحتياجات المواطن إنه المنطقة الفلانية تحديا من إيش بتعاني وكذا بتهيال إنهم ماشيين بهذا المشروع إنه حالة رصد لكل اللي عم بيصير في الإزاعات للوصول لحلول منطقية إنه فعلا إحنا اللي عم نشهده إنه مش المهم إنه يطلع الشخص وخلينا قولها معالش بالهاي إنه في الشغول له إنه بس أحكي إنه كمان بدي حل مشكلتي والقضيتي العمالي بطرح هنا بيجي دور الإعلام السلطان الرابعة هلأ بنرجع لبرنامجك الإزاعي المساحة السياسية للمرأة في الإعلام والدراما اللي هي حصلتي على الجائزة الثالثة اللي هي جائزة الإعلام المرئي والمسموع والمقروع حكيلي عن البرنامج هذا كان وقت الانتخابات هي كانت فترة الانتخابات لا هي كانت في بداية الاستعداد لانتخابات البلدية البلدية بس أنه بتعرف إنه قدرتك له فإنه كانت الفكرة إنه هو البرنامج لازم يتقدم لللجنة الوطنية ما يكون مزاع لأي جهة إنه كانوا بتهميها بس لللجنة الوطنية يعني تعدي البرنامج فقط لللجنة الوطنية يمكن فكرة البرنامج إجت انطلاقا من كمان إيماني بمبدأ إنه فعلا وين المرأة بكل إشي يعني هاي نعملنا درجة درجة يعني بلاش تكون موجودة بالسياسة صدقيني قطعنا كتير شوات وصدقيني إحنا طلعنا كتير بدرجات بس للأسف لسه ما زالت المرأة إذا ما إجاها يعني كده إذا ما إجتها الرحمة الإلهية بقرار بتعيين في موقع معين لا تنصف يعني أنا أنت بتحسي إنه في ظلم تماما 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 إذا ما علما بإنه يعني إحنا في دولة عنا إرادة سياسية بإنه لازم تكون المرأة حاضرة في كل إشي في كل مواقع بس زي ما قلت لحضرتك إنه لازم يجي الإشي بقرار إنه تتعين في المحل كذا تتعين في المحل كذا ولو إحنا وصلنا للحضور المرأة بالمطلق بمهنيتها كان أكيد ألغية الكوتا مثلا أنا يعني عم بفكر ننطالب بكوتا بكل إشي هلأ إنه كوتا بالسياسة كوتا بالصف إنه آآ آآ يعني إنه فحضور المرأة في المشهد السياسي هو نفسه يعني إنه المشهد عم بعيد حاله في السياسة وفي الإعلام نعم في الدراما طيب ما تفكره لازم يصير هلا نحن نقلقينا يعني كثير من ثم من جهود النساء في مجال الإعلام يعني عنا أسامي زي مثلا رانا الصباغ رئيسة تحرير جوردان تايمز رندا حبيب عنا كمان كارولين فرج زميلتنا كارولين مديرة السي أن أن في عم تشتغل في دبي يعني عم بوصلوا كثير موجودين شو لازم يصير هل هما لازم يصير حتى مثلا خلين نقول من هون لخمس سنين تصير موجودة في محلات مكامل أنا بتغيير أنه إنا اتجاوزنا القرار السياسي لأنه إحنا زي ما قلت لحضرتك الحمد لله في بلد مدعومين بصراحة بالقرار السياسي وإرادة سياسية موجودة أنه هناك توجيهات دائمة أنه تكون المرأة حاضرة في كل شيء يمكن إحنا بحاجة أنه الإيمان في شغلنا بس يعني أنا برأيي أنه حرام يكون كل الصحف الأردنية ما فيها ولا مدير تحرير إمرأة يعني هلأ بإمكانك تروحي هلأ تروحي تلفي على كل مجالس تحرير الصحف لن تجدي أنثى بالمطلق معناته لازم يعني لحنا بالظبط لازم يكون في إيمان إيمان برسالتك إيمان بمهنيتك إيمان في دورك يعني أنا بتهيألي أنه عدم موجودنا معناه أنه الطرف الآخر مش مآمن أنه فلانة أو فلانة قادرين أنه تقوم بدورها علما بأنه لما يكون فيه مهمات شاقة جدا توكل المرأة بأي مؤسسة إعلامية طبعا بيكون في ثقة بعملها بثقة بعملها موجود بس بالمقابل بقولك أنه يعني أنه وجود المرأة في صناعة القرار الإعلامي لسه ما زالت مش كتير موثوق فيها إن شاء الله يعني نحنا بدنا نبلش يعني شوي شوي نفتح ونطرح السؤال ونفتح حوله دائما مجال حتى تبين إنجازات المرأة في مجال الإعلام كل شيء ببدايته شوي صعب بس إن شاء الله مع المثابرة والإيمان بس أنا بس أقول هون ملاحظة صغيرة أنه حتى في نقاب الصحفيين يعني بتاريخ النقابة ما في ست نزلت لموقع نقيب ليه؟ هاي يمكن ضعف فينا إحنا يعني حتى لما تطرح الفكرة تطرح بأسلوب هزلي أنه يعني سمعتوا أنه سين من الناس تنزل نقيب يمكن لأنها تقريبا جديدة شوي بالمجال يعني ممكن لا يعني أنا لا في زميلاتنا من مؤسسات نقاب الصحفيين يعني أنا بجيب بديش أطرح أسماء هلا لأنه بديش أكبر بعض الأسماء بس لأ في زميلات إلنا كبار ومن مؤسسات نقاب الصحفيين وكانت زي ما بقولوها كتف بكتف يعني مش إنه بس للأسف إن شاء الله ومن المؤسسات لحضرتك بدنا حدا يؤمن بإنه إحنا قادرين ننتج وفعلا فعلا إحنا ما منقول عمانة أنا ضد مبدأ المساواة ما بحبها الكلمة بالمرة بس بما أنه أنا رضيت إني أمارس هاي المهنة بتيال إنه أنا أدها وبطلع لي أقول إنه أنا زي زي رجال فيها شكرا نبيين عبدالهادي وأهلا وسهلا فيكي منتمنى لك النجاح بكل أعمالك الصحفية بكل إشي عم تعمليه بحياتك وإن شاء الله صوتك يوصل وشوي شوي توصل المرأة لمكان صنع القرار شكرا نبيين شكرا كتير أهلا وسهلا فيكي فقراتنا مستمرة الدنيا يا دنيا على شاشة رؤية خليكم معنا